اسم مكارونا فرفلي مسلوقة نص سلق طبعا انا طلبة فرفلي بس لسبب لاي اعلامه إلا الله اللي جاتلي فوسيلي بس عادي هي تمشي يعني مش هتقول لا بس اللي قدامة عشان ما حدش بس يقول ان انا ما بفهمش اللي قدامنا دي فوسيلي اللي انا طلبها فرفلي فدي كده فوسيلي الفوسيلي اللي هي الحلزوني الفرفلي اللي هي زي الفيونكا 250 جرام سجوء بلدي قطع كباية ونص بسلة ومعلقة كبيرة توم مفروم وكباية طماطم مأشرة ومفرومة ونص كباية بقدونس مفروم ونص كباية زيتون اسود شرايح مية سلق المكارونا وزيت زيتون ورشة جسط الطيب وملح وفلفل اسود مكارونا سهلة جدا 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 هنعملها لما ترجعو لنا من الفاصل وطبعا هي المكارونات بمزكو يعني استخدموا اي نوع مكارونا يعجبكو لكن دايما بنكون اسكية لما لاقي مثلا حتة سجوء قد كده اختار اي قطع يعني اي نوع تشكيلة مكارونا يكون قده في الحجم عشان الاكل يبقى سهل وبعد ما قلنا مقادير المكارونا الحلويات دي تعالوا نعملها يلا بينا شوية سجوء وشوية زيت زيتون هم اللي حنبدأ بيهم وهم اللي حيثبطوا لنا الدنيا وحطوا شوية زيت زيتون مش بطلين لان احنا معتمدين في الصوص هنا على زيت الزيتون والنكهات اللي حتنزل من الخضار اي دي السجوء وحنسيبو يتشوح سريعا عايزين شوية كارمالة حلوة كده على السجوء وهو في الطاصة زي الفل السجوء اخد الكارمالة اللي انا عايزيها اقدر احط له دلوقتي بقيت المكونات هحط للسجوء ده شوية ثوم وهحط له شوية بسلة والريحة فضيعة المكارونا مش بالضرورة ابدا يكون فيها صوص كريمة او صوص طماطم عشان تبقى مكارونا حلوة خالص يعني ده كلام ليس صحيح بالمرة طماطم مقشرينها وفرمنها اللي مش متضايقين من القشرة ممكن يسيبوه وشوية خضرة وشوية زاتون والكلام الجميل ده عايزينه ياخد شوية ملح وفلفل اسود ورشة من جوسط الطيب ورشة من الملح ورشة من الفلفل ونقلب هنلاقي بقى عندنا كده وعصارة وحاجات في الوك هي اللي احنا محتاجينها عشان تبقى الصوص بتاع المكارونا ولو احتاج تزود الصوص حالا هقول لكم هنعمل ايه بس ان ما نشوف الاول نحط المكارونا الاول وبعدين نقرر ايه دي المكارونا وحنقلبها وانا عايزة شوية صوص كده يبقوا حلوين لازقين على المكارونا وفي نفس الوقت يكملولي سواها فانا شايلة على جن مية سلق المكارونا اهي في ايدي شلت منها شوية هاخد منها حبة وضفتها على الكلام الجميل ده هتساعد في ان انا يبقى عندي صوص بيمسك على المكارونا عشان هي مية كلها نشويات ما تسرقت فيها المكارونا ثانيا هتكمل لي سوا المكارونا واموري هتبقى زي الفل ممكن ازود شوية كمان بس وحسيب بقى المكارونا تغلي وتكون السوس براحتها نقدر نحط اي جبن احنا عايزينها على المكارونا دي بس انا النهاردة بما اني حطة في الطبق التاني جبن كتير فالطبق ده عملا خفيف خفيف كده من غير جبنة خالص وخلصت المكارونا ما اعتقدش فيه اسرع ولا اسهل ولا ابسط من كده وفي سواي بقى عندنا مكارونا محترمة طحفة ويبنلكوا ان هي ما فيهاش سوس وان ملهاش طعم لكن هتتفجء بالنجهة لما تكنوها عايز اتأكد من الملح عايزة شوية ملح وشوية فلفل عايزة شوية ملح وعايزة شوية الفلفل وتقريبة كمان بس زي الفلفل شايفين بقيت لمعة كده والسوس ماسك عليها ده بالزبط اللي احنا كنا مستنيين ان هو يحصل وهو حصل دي كده هتتشلمن على النار حالا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة